موسيقى أهلا بكم في هذه الجولة الصحفية الجديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباحا اليوم البداية مع صحف المحلية ونقرأ من الأهرام توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال رمضان بأسعار مناسبة الرئيس ضبط الأسواق بتجديد الرقابة على منافذ البيع وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك وفي سياق آخر احتفالية كبرى بالأزهر اليوم في الذكرى الألف وتسعة وسبعين لإنشاءه من أبرز عنوين الأخبار الرئيس تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب في اتصال هاتفي للتهنئة رمفوزة بالولاية الجديدة لجنوب إفريقيا رئيس سيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقتها الاستراتيجية مع الشقيق الإفريقية ومتابعة كذلك عن صندوق النقد وإشادته ببرامج الحماية الاجتماعية تعاون مصري إيطالي في التصنيع الحربي وتكنولوجي صحيفة الجمهورية قالت رئيس سيسي في اجتماع مع رئيس الوزراء وكبر قيادات الدولة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة والالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروعات القومية انطلاق التشغيل التجريبي لمحور 30 يونيو 65 كم تاخد محور القناة حتى صحراوي القاهرة الإسماعيلية أرقام جلوس الثانوية العامة في المدارس والإعدادية بلا مشاكل من المصر اليوم نتابع 100 ألف أسر جديدة تنضم لتكافل وكرمة صوامع وشوان المحافظات تواصل تسلم القمح من المزارعين ولمحبي رياضة عشاق الدوري الإنجليزي يحبسون أنفسهم اليوم خلال متابعة الجولة الأخيرة للكبار في المسابقة الإنجليزية إلى صحيفة الوطن وكتبت جسر جوي لنقل معتمري رمضان إلى جدة والمدينة مصر للطيران تسير 500 رحلة جوية من المطارات المصرية وتسهيل الإجراءات لكبار السن ودوي الاحتياجات العاصمة تنهي استعدادات بطولة أمم إفريقيا قبل العيد صلاح يعود لقيادة الريتز أمام وولفر هامتن سعيا لحظ لقب الغائب من عام 1990 صحيفة الجمهورية وفي افتتحتها ألقت الضوء على أهمية الشهادات الدولية للاقتصاد المصري من المؤسسات وخبراء الاقتصاد العالميين تقول إشادة المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية في إجراء إصلاحات اقتصادية قوية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتأكيده على أن الاتحاد الأوروبي يتطلع لتكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي شهادة على نجاح السياسة الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة شهادة دولية على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الأهداف الشهادات الدولية للاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد العالميين تؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الأفضل إلى عنوين الصحف العربية والبداية بصحيفة الشرق الأوسط الجيش الوطني الليبي تقدم جنوب ترابلس ويفتح جبهة قتال في سيرت الحثيون يبدأون تسليم موانئ الحديدة بإشراف أممية ضبابية تلف المشهد السياسي التونسي قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات إلى صحيفة الخليج الإماراتية ومن جانبها تتابع حول السودان مفاوضات حاسمة بين الانتقالي والتغيير الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة باتجاه أدلب الحكومة اليمنية تفضح التضليل الحوثي وفشل جرافث تظاهر كبيرة في لندن لإحياء ذكرى النكبة وسلطة الفلسطينية تحبط خطة واشنطن نواصل مطلعاتنا الصحفية ووقفتنا هذه المرة مع صحيفة السياسة الكويتية التي جاءت أبرز عنوينها كالتالي إسرائيل تهدد بضرب منظومة صواريخ S-300 روسية في سوريا تعزيزات لقوات الجيش الليبي على مشارف سيرت استعدادا لدخولها العشائر العربية تطالب بانسحاب الحجد الشعبي من المحافظات العراقية محطتنا هذه المرة صحيفة الدستور الأردنية وكتبت في عنوينها قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين منهم جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق داعش يسعى للعودة مرة أخرى للبلاد ويتم تصديله مصر عوصة بين مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة أسواحل التونسية صحيفة عمان بدورها رصدت منظمات إغاثية تعلق أنشطتها في مناطق التصعيد في أدلب والعثور على أسلحة وذخيرة إسرائيلية الصنع في سوريا فتح تصويت مجلس الأمن ضد الاستيطان يؤكد شرعية الحق ويعزز موقف القيادة الفلسطينية وزير الخارجية اللبنانية الحكومة ستنجز موازنة مصحوبة بقرارات تعالج الاقتصاد إلى صحيفة القدس الفلسطينية التي ألقت الضوء على الأوضاع المتردية في الأراضي المحتلة بالتزامن مع ذكراء النكبة ودعت إلى وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي تمر علينا ذكرى النكبة الفلسطينية ونتذكر مشاهد التهجير ومفتاح العودة والقرى واللجوء والظلم وكل ما فعلته دولة الاحتلال حتى يومنا هذا حيث تشهد فلسطين هجمات إسرائيلية لئيمة متكررة فضلا عن إدارة أمريكية متطرفة الأمر الذي ضيق الخناق على البلاد من كافة الاتجاهات يبدو أننا من هزمنا أنفسنا بالفرقة والاختلاف ولا بد من نتوحد على كلمة سواء وأن نتذكر جميعا أننا أمام محتل واحد ولا بد من مبادرة وطنية قوية وحقيقية تعكس طموحات الشعب الفلسطيني للوقوف أمام هذه الكارثة المتواصلة نتحول للصحف العالمية ونبدأ مع عنوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تمهد الطريق للمعركة الاقتصادية المستمرة منذ عقود حتى لو تم توصل إلى اتفاق قد لا يكون هناك الكثير لحل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم المتمردون الحثيون في اليمن يقولون أنهم ينسحبون من ميناء رئيسي في البحر الأحمر ونقرأ أيضا من صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية لمحاربة تحقيقات مجلس النواب يوظف ترامب وحلفائه استراتيجية كل الجبهات تحولت استراتيجية رئيس الأمريكي من عدم التعاون والمقاومة الجزئية إلى الحرب الشاملة في مواجهة عشرين تحقيقا بحق حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يفوز بفارق ضئيل في انتخابات جنوب إفريقيا ما يمنحه تفويضا ضعيفا لفترة ولاية مدتها خمس سنوات كاملة إلى صحف البريطانية حيث نقرأ من أوبزورفر القوى العظمى خذلت الأمم المتحدة في جهودها من أجل إيقاف الحرب في سوريا استطلعوا الصحيفة حزب المحافظين في بريطانيا بزعامة رئيسة الوزراء ترزمي يتراجع للمركز الرابع في استطلع بشأن نوايا ناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبية بفارق كبير وراء حزب بريكسيت الجديد إلى صحيفة الباريزيان الفرنسية التي نشرت مقابلة مع وزير الخارجي الفرنسي جون إف لودريان وصف فيها تهديد إيران بتعليق تنفيذ بعض التعهدات التي كانت قد قطعتها في إطار الاتفاق النووي المبرمي عام 2015 بأنه رد فعل سيء من جانبها دعيا تهران إلى إظهار نطق سياسي وقال لودريان إن رد فعل إيران كان سيئا في مواجهة القرار الأمريكي السيء بالانسحاب من اتفاقات فيينا وزيادة العقوبات في صحيفة هارس الإسرائيلية نطالع إيران والولايات المتحدة تقفان على طريق الحرب لكن إسرائيل قد تتحمل وعب المواجهة سواء كانت تهران مدفوعة بالخوف من العقوبات أو القلق بشأن إعادة انتخابات ترامب فيبدو أنها تغير من سياستها من المتوقع أن يوافق المدعي العام الإسرائيلي على تأجيل جلسة الاستماع التمهيدية لنتانياهو من يوليو إلى نهاية سبتمبر إلى تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ورصد من قبل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن خطوات واشنطن الجديدة بشأن إيران يفترض بأن تكون محدودة ومحسوبة بدقة مع قرر واشنطن بإرسال منظومة باتريت وحامل الطائرات إلى شرق الأوسط يبني البنتاجون قوة رضع ضد أي هجوم إيراني محتمل إن هذا الأمر يرجع جزئيا لتحليل جديد للمخابرات خلص إلى أن الحكومة الإيرانية التي تراجعت شعبيتها تحاول جرى واشنطن لرد فعل عسكري مبالغ فيه من أجل تعزيز قبضتها على السلطة ومع ذلك تتزيد الانقسامات داخل إدارة ترامب بين المسؤولين الذين يدعون إلى فرض قيود حد على عمليات النشر العسكرية الجديدة وبين أولئك الذين يتبنون نهجا أكثر تشددا ويعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لخوض معركة أوسع نطاقا مع إيران وأخيرا إلى هذا الفاصل من الرسوم الكاريكاتورية الأبرز في صحفنا اليوم ختام جولتنا الصحفية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة